قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار في مدينة سان خوسي بولاية كاليفورنيا الأمريكية يمكنني أن أؤكد الآن أن لدينا العديد من الضحايا لا يمكنني تأكيد العدد الدقيق للإصابات والوفيات لكن هناك إصابات ووفيات عديدة إطلاق النار وقع قبل السابعة صباحاً في ساحة لصيانة العربات الحديدية في وادي السيليكون تقع قرب المطار الرئيسي في المدينة وقالت شرطة مقاطعة سانتا كلارا إن المشتبه فيه الذي انتحر كان موظفاً لدى هيئة النقل في المقاطعة كما قالت الشرطة إن من بين الضحايا موظفين في المؤسسة نفسها التي يعمل بها مطلق النار وقالت هيئة النقل إنه تم إجلاء موظفي الهيئة دون أن تتأثر خدمات النقل العام وتقع سان خوسي التي يقتنها قرابة مليون نسمة في قلب وادي السيليكون مركز أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية وسجل معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة ارتفاعاً خلال العام الماضي حيث سجلت أكثر من أربعين ألف حالة وفاة مرتبطة بالأسلحة النارية وفق مؤسسة إرشيف عنف السلاح